ما حكم إطلاق اللحية للرجل وما حكم من يقوم بحلقها؟ إعفاء اللحية للرجل أمر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمر بإعفاء اللحة وإكرامها وإرسالها وتوهيرها ونهى عن حلق اللحة والتشبه بالمجوس تشبه بالمشركين قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أعفو اللحة وجز الشوارب فحلقها حرام فيه تشبه بالكفار ولأنه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها لأنها علامة فارقة بين الرجل والمرأة وهي جمال للرجل نعم جزاكم الله خير وأحسن إليكم من يقوم بحلقها تسأل عن حكمه شيخ صلى الله حكمه أنه آثم تسأل لمحرم يآثم به نعم